أشكرك جدا 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 كل الشكر للضيفي العزيز الأستاذ علي عطف الباحث بالمركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية بس عايز أستأذنكم قبل الختام أقول لك أنه أنغام الحقيقة طلقت رسالة هي بالتأكيد رسالة حقيرة مما لا شك فيه هي رسالة التهديد والوعيد الحقير ويمكن يكون متوقع ويمكن ما كانش يتوقعه البعض بس إن أثبتت شيء فهي تثبت أو بتثبت هشاشة هذه الكيانات وتثبت في نفس الوقت هي صلابة وشجاعة واحترام أنغام لنفسها ولمصرياتها والانتمائها العربية تعالي نشوف أنغام قالت إيه تحديدا حول هذه الرسالة قالت تلقيته على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة نعلم جيدا من أنتم محتلين ومغتصبين وسفحين هكذا عارفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مذابل التاريخ هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل لست بصدد الدفاع عن مصر لأن هذه الرسالة أكبر دليل على إن جرحها لزل غائرا على جابينكم الذي نكسناه مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خصتكم تذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا برافو أنغام رد بمليون جنيه أنغام بمليون راجل